الدورة رقم 27 وفود من 130 دولة بيتوافدوا على شرم الشيخ المصرية شرم الشيخ جنوب سيناء شرم الشيخ سيناء مصر الناس موجودة يبدأ كمان بقى توافد رؤساء وقادة الدول الكبيرة على مستوى العالم يجوا علشان كل واحد يقول رؤيته ويقول طيب أول سؤال دايما يطرح على ذهن المشاهد العادي يا يوسف قمة المناخ دي مهمة لي أنا كمواطن؟ أقول له طبعا يعني تأثر على لقمة العيش؟ أقول له أكيد تأثر على لقمة العيش القصة مش طرف القصة مش رفاهية احنا مش بنتكلم على كلام كبير بتاع درجة حرارة الأرض وتلوث الهواء وتلوث الماء سيبك من الكلام الكبير طيب إيه الكلام اللي يهم حضرتك؟ اللي يهم حضرتك إن أنا عايز أعمل تنمية كبيرة جدا في البردويل والسينة أنت كمصري هو هو ده كلمة تنمية تساوي إيه؟ مشروعات طب المشروعات دي تساوي إيه؟ فرص عمل فلوس لحضرتك ما هو أنت قد يأكل لك نصيب في هذه المشروعات طب أنا لو ما ليش نصيب في هذه المشروعات أقول لك ليك نصيب تاني غير مباشر اللي هو إيه؟ النتج القومي الإجمالي لما يزيد ده معناها إنه الأعباء اللي على الدولة تقل كل ما اقتصاد الدولة يكبر الأعباء اللي عليها تقل أدراب لك مثل بسيط جدا يوسف بيكسب ألفين جنيه كل شهر ومستلف قسط أو يستلف يعني مبلغ بيدفع له قسط ألف جنيه كل شهر يبقى يوسف بيسدد كم في المية من مرتبه إراده خمسين في المية طب يوسف بيكسب عشر تلاف جنيه كل شهر وبيدفع قسط ألفين جنيه هتيجي تقولي كده الألفين أكتر من ألف أقولك لا هو يوسف كده بيدفع نسبة كم من مرتبه عشرين في المية بالرغم إنه الدين بتاعي أكبر بالرغم إنه القسط بتاعي أكتر بس أنا أنا يوسف اقتصادي أصبح أكبر دخلي أكبر إرادي أكبر يبقى أنا قدرتي على الوفاء بالدين إيه أعلى بكتير بدل ما كان ديني خمسين في المية بقى عشرين في المية بس فهمنا طبعا فهمنا المصري نبيه وعنده مخ طب وإيه علاقت ده بالقمة أجا أقولك بقى المشروعات بتاعت الاقتصاد الأخضر في منها حاجات بنقول هنولد بيها هايدروجين أخضر هنطلع بيها أمونيا خضراء كل دي وسائل جديدة للطاقة طب ده معنى إيه معنى أن أنا أصدر طاقة زي ما كنا بنتكلم من برح على السكريين اللي ورايا دي وبنتكلم على مشروعات الربط الكهربائي وبتكلم على 16 مشروع لاستيراد الطاقة من مصر عن طريق استثمارات تقريبا بحوالي 20 مليار دولار الله حتى عرضنا منهم 6 لو تفتكر دي مشروعات تشغل الناس أدي مباشر طيب تدخل فلوس لأن أنا هصدر هذه الأمور فيبقى تاني إيه بكبر الاقتصاد بتاعي فالأعباء اللي عليها تقل لك بلد فأنا عشتي كمواطن تبقى أفضل مش بس كده معنى أننا يبقى في عندي وفرة من الطاقة ده معنى إيه قدرة أكبر على أن نقدر أعمل مصانع أكتر ولما أعمل مصانع أكتر أشغل ناس أكتر يعني فرص عمل يعني برضو فلوس لحضرتك بمنتهى البساطة وأتمنى أنها تكون بساطة لا تخل بالمعنى ترجمة نانسي قنقر